السلام عليكم شباب وياكم مرتضى الجليحا واليوم عندنا جهاز تقدر اديول ارخص جهاز بالعالم يقدم لك افضل المواصفات الموجودة حاليا بالساحة يعني لحد الان ما شفت جهاز بسناب دراجون 855 بهذا السعر مع ما انه الشركة غير مشهورة لكن عندنا موجودة بالعراق لكن انا شفت الاعلان قبل امكان ساعات وجاهلت الاعلان لكن من دقيقة بالمواصفات قلت والله هذا يستحق يستحق اسوي له فيديو وانشر مواصفاته ممكن الكثير يرغب انه يشتريه الجهاز هذا الجهاز اعجبني جدا بمواصفاته مع السعر اللي طرحته الشركة به اليوم اعلنت شركة ميزو عن جهاز جديد هو الميزو 16T هذا الجهاز يأتي مواصفات جدا قوية وجبارة وبسعر جدا رخيص موجود بنهاية الفيديو ان شاء الله راح تشوفون جهاز يأتي مواصفات جدا قوية يأتي بشاشة مقاس 655 في الاشد بلاس منوع سوبر اموليد والشركة تقول انه الشاشة تستجيب بلمس بسرعة جدا قوية بحيث انهم 15% من الثانية يعني تقدر تقول اقل من ربع ثانية استجابة البصمة تكون على الشاشة طبعا هذا الجهاز ما هيحتوي قطع لا من الاعلى ولا من الاسفل لكن اكو اطار من الاعلى والاسفل تقدر تقول النظام القديم لكن ما مغير بشكل الجهاز تقدر تقول شاشة شبه الكاملة من البداية للنهاية هذا جهاز يأتي بمعدل تحديث للشاشة هو 60 هرتز بالنسبة للمعالج يأتي هذا الجهاز معالج سناب دروك 855 ذاكرة عشوية 6 قاقية او 8 قاقية مع ذاكرة تخزين 128 او 256 طبعا هذا جهاز يأتي بكامرة 16 ميجا بكسر لالامامية الكاميرات الخلفية تكون راح تكون 12 زاد 8 زاد 5 صحيح هي مقللة بمواصفات الكاميرا لكن شوف السعر اللي راح طرحته به هذا جهاز يأتي ببطارة 4500 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط تقدر تقول مواصفات قوية يعني 4500 ميلي امبير جهاز و سناب دراجون 855 في الشيء ممتاز كذلك هذا الجهاز يأتي مع نظام الاندرويد باي يأتي بسعر ابتداء 280 دولار إذا أنت سمعت نزيان 280 دولار لنسخة معالج سناب دراجون 4500 ميلي امبير حل شركة شاومو منزلتها شركة ريلمي منزلتها حاليا ما شفت أي شركة نزلت جهاز معالج سناب دراجون 855 بسعر 280 دولار حتى لو كان 64 حاليا ما شفت و إذا أنا خطأ نشوفوا لي كتبوا لي بتعليقات بأنه أكو شركة نزلت جهاز بهذا السعر يعني شركة معروفة على صعيد العالمي ما أعرف يمكن أكو لكن هذي تقدر تقول سعر جدا ممتاز مع المواصفات اللي يتقدمه هذي الشركة و 320 دولار لنسخة الـ 8 جاقا مع الـ 128 و كذلك 350 دولار لنسخة الـ 8 جاقا مع الـ 256 هذا الجهاز متوفر حاليا بالصين تقدر طلب أي شخص يقدر يطلبها من الصين أنا نتأمل بالأيام القادمة إن شاء الله يوصل لأن شركة ميزو كلنا نعرف أجهزة ميزو منتشرة بعموم العراق أكثر محافظات العراق أنا شفت بيها أجهزة ميزو وبغداد منتشرة بكثرة لكن ما شفت لحد الآن شركة أو وكالة رسمية موجودة لهذا الجهاز فممكن هذا الجهاز رح يصنى بعد فترة حتى لو بعد شهر أو شهرين مع هذا السعر حتى لو كان 300 دولار معالج سناب دراغون فشيء جدا ممتاز يقع إذا أجه أنا أول الناس رح أجيبه أسوي لها مراجعة أشوف شنو الخلل اللي يخلي الشركة تخلي جهاز معالج قوي المنافسة أو غير شي ممكن يعني تجيبي عيوب لهذا الجهاز لكن مع السعر تقدر تقول هذا خليفة البوكوفون معالك يعيشين بروق إنه هو خليفة البوكوفون لكن هذا تقدر تقول البوكوفون لكن من شركة ميزو وبنهاية الفيديو أتمنى أعجبكم بالفيديو لا تنسى الإعجاب ولا اشتراك بالقناة وإياكم مرتضة جيليحاوي وفي أمان الله